إلى أخبار أنديتنا يفتتح مولودية العلمة مساء غدين الجمعة أولى مباريته بدور المجموعتين من دور أبطال إفريقيا حين يواجه نادي المريخ السوداني بالقلعة الحمراء وتسعى البابية إلى مواصلة الزحفة الإفريقي بعيدا عن الخيبة المحلية بعد سقوط الفريق إلى المحترف الثاني موبيليس الذي قلب الأمور إداريا وفنيا باستقدام المدرب شريف حجار في أول مهمة رسمية له وبتشكيلة مكتملة يتقدمها الثنائي المتألق وليد درارجة وشنيحي بينما تفتقد تشكيلة غارزيتو خدمات على الدين يوسف ويتهدد الغياب كل من المصري أيمن سعيد وراجي عبد العاطي